السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بضع سنتعلم في هذا الفيديو كيفية استخراج بضور نبات الجيرانيوم من النبات نفسه وزراعته دون الحاجة لشراء بضوره من المشاتل وهذا هو شكل بضور الجيرانيوم الجيرانيوم أصدقائي أو الجارونيا أو الخبيزة نبات معمر جميل جدا ومحبوب جدا لتعدد ألوانه وسهولة زراعته فإذا كنت ممن لا يعرفون طريقة التعامل مع النباتات ننصحك بزراعة الخدواج أو الجيرانيوم في بيتك في حديقتك أو على سطحك أسهل طريقة لزراعتي طبعا هي عن طريق العقل ورأينا ذلك سابقا في فيديو يمكنكم مشاهدته الرابط أسفل الفيديو لكن ما يهمنا اليوم هو كيفية استخراج بضور هذا النبات الطريقة قد يجد معها الكثيرون مشكلة أو قد لا يعرفونها لكنها بصراحة جد سهلة لاحظ معي جيدا هذه أزهار الجيرانيوم مثلا أصدقائي هذه لوجف جفت فلن تعطينا أي بضور لكن في المقابل هذه يمكننا أن نستخرج منها البضور للإشارة فهذه نوارة كما نسميها في المغرب وتتكون من عدة أزهار يعني هذه زهرة وهذه زهرة وهذه زهرة أن دور الزهرة هو إنتاج البضور وضمان إنتاج سلالة لاستمرارية النبات وأن الزهرة المؤنتة هي التي نستخرج منها البضور فكيف نميز بين الزهرة المذكرة والزهرة المؤنتة؟ بكل بساطة الزهرة المؤنتة هي التي تحتوي على عضو التأنيت الذي ينتج البويضات والتي بدورها تتطور وتصبح بضور عضو التأنيت يسمى المدقة أو المتاع وهو الذي تلاحظون الآن على شاشتكم يعني أن الزهرة التي تحتوي على مدقة أو متاع هي التي نستخرج منها البضور بينما هذه الزهرة المذكرة والتي تحتوي على الطلع وهو العضو الذكري في الزهرة لا يمكننا أن نستخرج منها البضور هذه الفراشة أصدقائي تقوم بعملية جد مهمة وضرورية وهي التلقيح أي نقل حبوب اللقاح من الأعضاء الذكري إلى الأعضاء الأنثوية للزهرة فهمنا الآن أين توجد بضور الجيرانيون الآن سنتحدث عن كيفية استخراج تلك البضور نترك الزهرة في النبات دون قطفها نتركها حتى تجف وتلاحظون الآن أن هذه الزهرة مثلا بدأت تجف وتيبس بعد مدة ستجف تماما إلى أن تصبح بهذا الشكل هنا أصدقائي يمكننا قطف الزهرة واستخراج البضور والتي تكون مخزنة في هذا المكان سنحاول الآن استخراج بعض البضور وللأسف أصدقائي ليس عندي أزهار كثيرة من الجيرانيوم لكن أعتقد أن الطريقة تبدو سهلة وواضحة الآن بعد أن استخرجنا هذه البضور سنزرعها وهذا هو موضوع الفيديو القادم نبات الجيرانيوم رخيص الثمن سهل العناية والإكثار أزهاره متعددة الألوان يزهر تقريبا طول السنة ما عدا فصل الشتاء وأحيانا يستمر في الإزهار حتى في فصل الشتاء إذا توفرت له الظروف المناسبة يتحمل الشمس المباشرة ولا يتطلب كثرة الرأي لتحفيزه على الإزهار نتجنب تعريضه لتغيير مفاجئ في درجة الحرارة ونعرضه على الأقل ساعتين أو ساعتين يوميا للشمس المباشرة ونسمده مرة في الشهر بالسماد المتوازن إذا الأصدقائي الخلاصة أنه يمكننا استخراج بضور الجيرانيوم من الظهرة نفسها وزراعتها في فصلي الخريف والربيع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة